فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشراء صام التاسع والعاشر نعم إلا أن تشكل الشهور أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ابن سهرين يقول ذلك إلا أن تشكل الشهور يعني لم يعرف دخول الشهر فإنه يصوم ثلاثة أيام يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر لأنه لا يدري ما هو العاشر بالتعيين فيحتاط فيحتاط في ذلك ولأنه جاء في بعض الروايات صوم يوما قبله ويوما بعده نعم ولذلك قالوا أن الصور صوم يوم عاشرة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد ثلاث أن يصوم التاسع والعاشر هذه واحدة نعم يعني يصوم يومين التاسع والعاشر الصورة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر الصورة الثالثة أن يصوم العاشر فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده